وقعت مصر اتفاقية تعاون مشتركة مع الاتحاد الأوروبي للحصول على منحة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو وذلك جزء من التمويل الخاص بالمرحلة الثالثة لتنفيذ برنامج التحكم في التلوث الصناعي بميزانية تقدر ب145 مليون يورو وأوضحت وزارة البيئة أن البرنامج يعد من أهم وأكبر المبادرات لمساعدة الصناعة على تحسين الأداء والوصول إلى تحقيق التوافق مع القوانين واللوائح البيئية بالإضافة إلى خفض استهلاك الطاقة والموارد بالصورة التي تحقق التنمية المستدامة يأتي ذلك ضمن استعدادات الدولة لاستضافة مؤتمر المناخ كوب 27